بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللي بيدخل على الفيديو وبيعمله اعجاب بسرعة قبل ما بيتفرج عليه وقبل ما نشوف اي حاجة وفي اول مثلا 10-15 ساكند او كده اللي بيحصل ان خورزميات اليوتيوب بتعتبر هذا الموضوع موضوع احتيالي ولا تأخذه في الاعتبار وبالتالي ما تخترحش الفيديو وما تنشرش الفيديو اكثر برغم انك انت حسن النية وانك انت ما تقصدش انك انت تضر بالقناة لكن ده ما بيحصل كده هي بتقرأه بهذا الشكل لذلك الاعجاب السريع او عمل اعجاب بسرعة بمجرد ما تخش للفيديو في اول 10-15 ثانية او كده هو في الحقيقة مضر للفيديو لان الخورزميات بتاخدوا بشكل سلبي مش بشكل ايجابي بتاخدوا بشكل احتيالي مش بشكل انك انت واسق في القناة دي او واسق في صاحب القناة دي او كده لان هم باختصار بينظروا اليها بنحية تانية ان كنت انت لسه مش شفتش حاجة اعجبت ازاي بالفيديو فمن هنا الاعجاب السريع بالفيديو في الثواني الاولى بيضر لذلك انا بطالب من اخواني ان هم ما يعملوش اعجاب الا اما يتفرجوا على يعني على الاقل خلص تلت الفيديو او ربع الفيديو يعني اول خمس ست سبع دقائق بحيث انك انت قد لا تعجب يعني ممكن انا صح متفق معك في حاجات كتير لكن ممكن تسمع مني مرة حاجات تختلف فيها بس انت ممكن تدعمني حتى لو الحاجة ما عجبتكش ممكن تدعمني ازاي يعني انت ممكن لو الحاجة عجبتك بتعمل اعجاب بتدعمني بالاعجاب دي مفهومة طب لو الحاجة ما عجبتكش هتخلف ضميرك وتعمل اعجاب انا طبعا ما اطلبش منك كده انما اطلب منك حاجة تانية هي هتدعمني وهتدعم اخوانك وهتدعم نفسك وهتدعم فكرك وهتدعم فكري انا وهتعلمني ازاي انت معترض على نقطة معينة بتطرح هذه النقطة بموضوعية يعني بتقول انت في الدقيقة الفلانية قلت كذا وكذا وهذا الامر انا اعترض عليه لا اراه صحيح والصح وكذا والاسباب هي كذا يعني الموضوعية رجعوا الفيديو بتاع الموضوعية يا جماعة وكيف تفكر بشكل سليم وكيف تناخش بشكل سليم عشان تعرف النقطة ريات عشان اقفز على بعدها طيب بهذه الطريقة انت تبقى نصحتني وممكن تكون وجد نظرك مش صحيحة انا ارجع اصلح لك وممكن يكون حصل مني انا سوق تعبير ارجع اصلح الفيديو كله ويعني ممكن حاجات كتير ممكن اصلح اكتفي بتعليق مثبت من فوق واكتب لك شكرا وقول لك ازاك الله خيرا ممكن حاجات كتير زي كده تحصل يعني انت في نهاية المطاف بتتفاعل بشكل ايجابي مع القناة لانك انت مقتنع بان هذه القناة بتعبر عنك ممكن تكون مختلف معها 10 في المية 20 في المية 30 في المية لو حتى انت مختلف معها 40-45 في المية انت مزلت كذلك يعني اقرب اليها من اقرب الى الايجابية منه الى السلبية وبالتالي يعني هذا الاختلاف لا يفسد للودة قضية يعني مش هنحوله الى عداء انما هنحوله الى نقاش حر نفيد ونستفيد ولا تنتظر ان يتفق معك احد بنسبة 100 في المية ولا حتى بنسبة 80 في المية وراجع الفيديو برضو اللي انا اشارت اليك عليه خليني ارجع في موضوع اليوتيوب وقولك بيقرأها ازاي اليوتيوب بيقرأ الاعجاب السريع على انه احتيالي وبيقرأ التعليقات اللي هي خارج الموضوع بيقرأها على انه احتيالية كمان يعني انت مثلا ممكن تقول لي جزاكم الله خيرا هو شايف جزاكم الله خيرا ملاش علاقة بالموضوع فهمني ازاي ممكن تقول لي برك الله فيك طب برك الله فيك ده هو يقرأها انه ملاش علاقة بالموضوع يعني ايه من قولكش جزاك الله خيرا لا طبعا ادعولي بالبركة وقولولي جزاك الله خيرا وجزاكم انتو كمان خيرا ان شاء الله لكن اربطها مع شيء في الموضوع يعني اقول مثلا فهمت النقاط الغامضة جزاك الله خيرا او جزاك الله خيرا على الشرح وتوضيح النقاط الغامضة جزاك الله خيرا رأينا كذا يعني تذكر شيء داخل الموضوع يعني زي ما احد يقولك شكرا تقوله شكرا على ايه فهمني ازاي اليوتيوب طبعا احنا بنقول ما عندنا في العرب لا شكرا على واجب انما اليوتيوب عايز يقولك لا شكرا على ايه مش لانه هو بيرزل علينا هو لا يقصد هذه المسألة انما هو يقصد ان الخوارزميات هذه عايزة تتعرف على المحتلين عشان تشطبهم من اليوتيوب وطبعا شطبوا ملايين القنوات وعايزة ان هي تتعرف على الناس او القنوات الصادقة والمشاهد الصادق عشان تدعمهم وتقدم لهم يعني محتوى افضل وخدمة اكبر لانه هو في الحقيقة القناة لما بتكبر هي في مصلحة اليوتيوب كذلك لما تكون قناة حقيقية لكن لما تكون قناة احتيالية هي بتبقى ضد اليوتيوب طبعا واليوتيوب ممكن يعني لو ساب القنوات الاحتيالية دي تنتشر ينهار ويبقى ما فيش اي لازمة والمشاهد هي سيبه لان المشاهد ما يخش كل ما يفتح فيديو يلاقيه احتيالي وخداع كذا مش عارف هيقولك خلاص اليوتيوب ده ما ينفعش ولو المشاهد مشي كمان المعلنين هيمشوا يبقى اليوتيوب في الحالة دي لو سكت في نهاية المطاف هيبيع بطاطة وهم مش عسين يبيعوا بطاطة طبعا الوقت بعد الخمس زي الاولى اقدر اقولك لو سمحت اعمل لنا اعجاب بالفيديو والاخوة القدر يشتركوا في القناة والاخوة جميعا يفعلوا جرس الاشعارات ليصلكم اشعار بكل جديد وجزاكم الله خيرا الخلاصة انت بحسن نية بتخش محب للقناة ومحب لصاحب القناة جزاك الله خيرا بس انت اول يا ابو الشباب ما بتعمل اعجاب وانت لسه متفرقتش ست دقايق مثلا ديت بتيجي سلبية جدا على القناة اعتقد انها بقت وضحة لو عملت تعليق في اول دقيقة او في اول كم ثانية وقلت مثلا هذا اول تعليق او هذا او جزاك الله خيرا او بارك الله فيك او انت فين يا كابت اللطيف او اي حاجة من الحاجات دي اللي بيحصل ان الخوارزميات بتقرأ ان هذا التعليق سريع وقبل ما تسمع الموضوع وكمان خارج الموضوع يعني بينظروا الى الموضوع لانه مسألة احتيالية يعني نصب واحتيال ينظرون الى هذه الى الى بها هذا الشكل فالحل الوحيد انك انت تدعم القناة انك انت تشاهد الفيديو لأطول فترة ممكنة لو ما قدرتش تشاهده ما تفتحوش من الاول وخليه لما يكون عندك وقت لو انك انت هتشاهده على اكثر من مرحلة خلي المرحلة الاولى لا تقل عن 6 دقائق مثلا بشكل سليم انا اكتفي بهذا القدر واوصيكم يا جماعة بالاعجاب وبالتعليق بعد 6 دقائق الاولى وجزاكم الله خيرا وصل اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة